هيكل الله إنها قصة الله مع الإنسان فالله خلق الإنسان على صورته ومثاله طبعا الصورة الأدبية والصورة الروحية والله خلق آدم وحواء ووضعهما في جنة عدن مكتوب في سفر التكوين إنه الله مشى مع الإنسان كان بيمشي مع الإنسان لكن الإنسان عصى ربه وأخطأ ضد الله فانفصل الإنسان صار في انفصال مع الله في سفر الخروج الله سكن مع الإنسان الله أوصى النبي موسى أن يصنع له خيمة تسمى خيمة الاجتماع حتى الله يتواصل ويتفاعل مع الإنسان في خيمة الاجتماع في مكان يسمى القدس أو قدس الأقداس اللي كان موجود في تابوت العهد ومع غطاء الرحمة الكاروبين وكان الله يتكلم من هذا المكان يتكلم من خلال موسى وهارون أيضاً وهذا الوضع استمر حتى جاء شعب إسرائيل إلى أرض كنعان وسكن في الجلجال وفي شيلو لكن ابتدأ يخطئ عن الله في صمويل الأول إصحاح 4 آية 22 مكتوب زال المجد من إسرائيل لأنه تابوت الله أخذ إلى السبي وبعد فترة زمنية جاء سليمان الحكيم سليمان النبي وبنى هيكل لأله في مدينة أورشليم وأصبح هذا الهيكل مركز العبادة اليهودية حيث تقام فيه الذبائح الدموية ذبائح الحيوانات وأيضاً المناسبات والأعياد الرسمية الرئيسية اليهودية وهذا استمر إلى السبي وفي كل مرة كان يدشن سواء خيمة الاجتماع في خروج أربعين أو الهيكل في سفر الأخبار الأيام الثاني الإصحاح السابع كان يحل مجد الله حضور الله في هذا المكان إلا أنه أخيراً الله كان عاوز يتعامل مع الإنسان من خلال يسوع المسيح يقول الكتاب في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله والكلمة صار جسداً وحل بيننا ورأينا مجده مجداً كمل وحيد من الآب مملوء نعمة وحقاً وهذه المبنى اللي هو جسد يسوع المسيح هو أساس الكنيسة فأساس الكنيسة هو الرب يسوع المسيح بحسب كورنتوس الأولى الإصحاح الثاني وهذا المبنى مبني على طبعاً أساس الرسل والأنبياء المقصود التعليم تعليم الأنبياء والرسل اللي تنبأوا واللي تكلموا عن شخصية يسوع المسيح ويقول أيضاً في الإصحاح الثاني يسوع هو نفسه حجر الزاوية طبعاً حجر الزاوية من فوق هو الحجر الماسك اللي بيمسك كل البناء المركب مع بعض فإذن يسوع هو الأساس ويسوع هو حجر الزاوية الذي يمسك كل البناء مع بعض اشتركوا في القناة